ان ذكرت فلسطين فانك ذكرت ياسر عرفات قائد التورى ومفجرها عشر سنوات مرت مرور الكرام لكنها كانت حافلة بالمكنوز التوري والوطني والوحدوي الذي ضخه ياسر عرفات في جماهير شعبنا الفلسطيني انطلق تماما كالعنقاء وحارب وجسد التورى بالكفاح المسلح خاض بكل جرأة التسوية السياسية وزرع حصد الكفاح المسلح في بيروت وفي لبنان في الجزائر ولبنان وكذلك الكويت كانت الملاء المعالم مجسدة وواضحة والبوصلة واحدة شعب موحد يتجه نحو تحرير الأرض اليوم عاشر السنوات على الرحيل وأحيى شعبنا الفلسطيني بالأمس في مقر المقاطعة وعلى اختلاف المخيمات في كل زقاق فلسطين والشتات والدول العالمية لأنه قائد عالمي صنع ثورة الأحرار فأحبه الصيني وأحبه الباكستاني والروسي هذا هو ياسر عرفات الكاريزمة السياسية التي تتجسد في كل نقش بين خيوط الكوفية اليوم وعبر شاشة الفجر الجديد سنبقى وإياكم لمدة ستين دقيقة تماما في ذكرى الشهيد ياسر عرفات وأولى الصولات والجولات في حواراتنا المتعددة ستكون مع محافظة الكاريزمة اللواء الدكتور عبدالله كميل يسعد مساك مساك يعني اليوم عاشر السنوات باختصار لربما يتساءل الفرد الفلسطيني والجيل الذي لم يشهد ياسر عرفات احتفالات هنا لك تغني في دول العالم من هو ياسر عرفات الذي يحتفل به شعبنا للسنة العاشرة على التوالي وكأنه رحل بالأمس يعني ياسر عرفات هو مفجر الثورة وقائد مسيرة امتدت لسنوات توال هذه الثورة الفلسطينية المعاصرة التي فجرها ياسر عرفات لم تكن ثورة عادية كما اقر الكثير من القادة الثوريين في هذا العالم بدءا من الصين مرورا في كوريا وفيتنام وغيرها من الدول التي خاضت ثورات كبيرة وكبيرة جدا لكن الكل رفع القبعة لياسر عرفات كقائد للثورة الفلسطينية وللكيادة الفلسطينية ممثلة بالخلية الاولى المؤسسة لحركة فتح عندما نتحدث عن هذه المسيرة الطويلة والتي نتاجها اننا نجلس هنا على ارضنا نتحدث بالوطن ونمارس وطنيتنا على الارض لم يأتي هذا جزافا لم يأتي هذا الا بعد تضحيات طوال خاضط الثورة الفلسطينية التي قادها ياسر عرفات كان المراد للفلسطينيين ان يتشتتوا في كل اسقاع الدنيا بعد النكبة ان يذوبوا في كل الدول التي يعيش عليها الفلسطينيون الا ان ياسر عرفات ومعه ثلة من الاصدقاء ابو اياد ابو مازن ابو جهاد والعديد من القادة اجتمعوا على ان يطلقوا الرصاصة والتي تمزق او التي ستمزق جدار الصمت العربي كان الوطن العربي في تلك الفترة يعج بالتنظيمات والاحزاب ولكن بنفس الوقت كان يعجوا بالاحباط واليأس الناتج عن هذه النكبة التي حدثت في العام 48 حيث هزمت كل الدول العربية امام دولة الاحتلال الاسرائيلي التنظيمات والاحزاب لم تستطع في تلك الفترة لم تستطع لملمت الفلسطينيين بل بالعكس كان الفلسطينيين ممزقين تماما وكان في كثير من البلدان كان الفلسطيني ذليلا وكان جندي على سبيل المثال من الدرك في هذه الدولة او تلك كان جندي او شرطي كان يستطيع ان يدخل المخيم ويكون باذلال كل الفلسطينيين الى ان جاءت الثورة الفلسطينية التي فجرها ياسر عرفات وقلبت وجه التاريخ الفلسطيني لا بل بالعكس استطاعت ان ترسخ الهوية الفلسطينية بعد ان كانت الشخصية الوطنية الفلسطينية مطلوب ان تذوب وان تطمس الى غير رجع بالحديث عن التفجير الاول وعملية عيلبون وتوقيع العاصفة في البيان الاول هل يمكن الحديث ما بعد ذلك ان العالم باجمعه وحتى هذه اللحظة اصبح ينظر للشعب الفلسطيني بان هناك قادة وان هناك حراك فلسطيني مؤمن بعدالة قضيته وحقوقه صوبة تحقيقها حتى وان كان بالكفاح المسلح او اما بالتسوية السياسية التي ينادي بها الشعب الفلسطيني من الطبيعي ان الحركة حركة فتح وعندما اطلقها ياسر عرفات وقادة العملية الاولى والتي تمثلت بنفق عيلبون وهو كان المهندس لهذه العملية هذه العملية كانت لها ابعاد كثيرة ليست بحجم التفجير بقدر ما هو صدى هذا التفجير صحيح والجرى العسكرية للانطلاق في الكفاح المسلح صدى هذا التفجير على كل الصعود بحيث كل العالم اصبح يتحدث عن من هذه الجهة الجريئة التي تمكنت من الدخول الى الاراضي المحتلة وقامت بهذا التفجير فبعد ذلك الكل سمع صوت العاصفة صوت حركة فتح لا حركة فتح هذه الحركة التي بدأت بخلية تمثلت بقادة ذكرتهم وهناك من لم اذكرهم هؤلاء القادة وهم الخلية المؤسسة كانوا من جيوبهم كانوا يدفعوا الاموال في سبيل شراء الاسلحة وبعد ذلك بدأت تتطور الامور الى ان وصلت الى سن 68 بحيث ازعج الاسرائيليين والاسرائيليين ضجوا بالعمليات التي كانت تقوم بها حركة فتح بلغ مجموع العمليات في سنوات 68 69 70 وحتى في سن 67 عشرات العمليات يوميا عشرات العمليات يوميا ويقال انه في احدى المرات اكثر من مئة عملية في يوم واحد طبعا وهذا ادى الى ان تفكر اسرائيل بكسر هذه البيضة كما قالت بولدامائير اعتبرت ان الثورة الفلسطينية بيضة بيد اكسرها متى اشاء فتبين ان هذه البيضة عبارة عن قوة او عبارة عن قنبلة متفجرة شديدة التفجير لا يمكن الا ان تتفجر في وجه الاحتلال وهذا ما حدث في عام 68 في 68 قاد ابو عمار الحرب 365 فدائي كانوا معه وقال من اراد منكم البقاء فليبقى من اراد منكم ان يقاتل فلينزل معي الى ذاك الوادي الوادي المقصود في منطقة الكرامي نعم وفعلا خمسة عشر الف جندي اسرائيلي اشتركوا في المعركة مقابل 365 فدائي اول عملية استشهادية كانت قد قام فيها اللي هو احد المقاتلين واكثر من عشر عمليات استشهادية في تلك الفترة وضعوا انفسهم تحت الدبابات باحزم ناسفي وفجروا تلك الدبابات وقد تدخل الجيش الاردني ايضا في المعركة واستطاعت الثورة الفلسطينية وجنبا لجنب مع الجيش الاردني الشقيق استطاعوا ان يمرغوا انف الاحتلال على ارض الكرامة وقد صينت الكرامة بعد ان هزم الوطن العربي هزمت الامة العربية للأسف الشديد وتحديدا هزمت الجيوش العربية بعد حرب 67 يعني هل معركة وحرب الكرامة التي انتصرت فيها الفصائل الفلسطينية بدعم من الجيش الاردني تجاه دولة الاحتلال اعطت الدفعة القوية والتشكيل المتين لفصائل الطورة الفلسطينية للانطلاق نحو الخطاب الشهيد لياسر عرفات في الامم المتحدة في العام 1974 يعني بعد عام 68 الكل الشباب الفلسطيني بدأ يبحث عن حركة فتح من هي هذه الحركة عرفت اكثر والكل تدافع الاف الشباب من كل حد وصوب في الاردن وفي فلسطين وفي السورية وفي لبنان وفي كل مكان كل اماكن تواجد الفلسطينيين بدأوا يبحثون عن حركة فتح وفعلا يعني من يقرأ التاريخ كان هناك المئات بل الالاف طوابير على مكاتب حركة فتح يريدون الانتظام في صفوف حركة فتح يهزمون جيش جيش مؤمن بقوة هذا امر يعني في العلوم العسكرية لحتى الان في كثير من الاكاديميات العسكرية تدرس معركة الكرامة وفي احدى الكليات العسكرية البريطانية الهامة جدا والتي تخرج العديد من القادة حتى قادة عسكريين اسرائيليين تدرس معركة الكرامة اذا ياسر عرفات كان مفجر هذه الملحمة وقائد هذه الملحمة البطولية الذي حدث انه كان يؤمن ياسر عرفات بالمزاوج ما بين العمل السياسي والديبلوماسي والعمل العسكري وحصد ما افعله عسكريا لان المضال له طبيعة خاصة في كل مرحلة يعني ليس دائما الكفاح المسلح وليس دائما السياسة وفعلا عمل ياسر عرفات على قاعدة ان العمل العسكري يزرع والعمل الدبلوماسي والسياسي يحصد وهذا ما حدث في عام 1974 ذهب الى الامم المتحدة وبكارزما ياسر عرفات عندما قال للعالم جئتكم احملوا البندقية بيد وغصني الزيتون باليد الاخرى لا تسقطوا غصنا الزيتون من يدي هذا اعطى انطباعا خاصا عن هذا القائد امام كل العالم كل العالم وقف وتعاطى مع ياسر عرفات على انه الزعيم وعلى انه الرمز للفلسطينيين اصبح للفلسطينيين في كل مكان بالعالم احترام واصبحت الشخصية الفلسطينية التي اريد لها ان تطمس اصبحت ظاهرة وبالتالي منظمة التحرير التي قادها المرحوم احمد الشقيري وجاء بعده حمودة وجاء بعده ياسر عرفات بالكريزمة الكريزمة العرفاتية وبخط جديد اصبحت هذه المنظمة الوطن المعنوي لكل الفلسطينيين وهذا امر خطير وخطير جدا بالنسبة للحركة الصهيونية بالنسبة لاسرائيل يعني ايش ما يعمل الفلسطينيين اوكي لكن ان تكون لهم منظمة جامعة للفلسطينيين وممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني هذا امر خطير لانهم ادركوا ان الحركة الصهيونية التي شكلت وتجمع تحت عباءتها اليهود هي الوسيلة وهي الطريقة التي مكنتهم من احتلال قلب الوطن العربي فجاءت حركة فتح ومعها فصائل منظمة التحرير وصلبت عود منظمة التحرير واصبحت هذه المنظمة ايضا يعمل تحت عباءتها كل المقاتلين كل الفصائل وهذا ما حاربته اسرائيل بضراوة الى يومنا هذا اسرائيل لديها الاستعداد ان تعمل ايش مقابل انهاء منظمة التحرير السؤال الذي يتبادر لادهن هل ياسر عرفات نجح تارة في الحصاد السياسي واخفق تارة اخرى بمعنى انه ماشي ارجعنا على ارض الوطن وحاولنا المحاولات القائمة وهناك خطوات للرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر الجاري لتوجه الى مجلس الامت لكن هناك تلويح بفيتو امريكي هناك تعطيل من جانب الحكومات المتتالية لاسرائيل هل بهذا الخصوص وبهذا الاعلان في دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران هل هو حلم ما زال الفلسطيني يحاول كتابة النوتة الخاصة به فلسطينيا يوما يوما بدماء الشهداء بتضحيات الاسرة والمبعدين وما تتعرض له القدس من انتهاكات يعني في العمل الثوري والنضالي تكون هناك محطات هذه المحطات تتوقف عندها القيادة وتقوم بعملية التقييم الشامل للمرحلة السابقة وتخطط للمرحلة التي تلي هذا ما كان يجري وما زال مع القائد الشهيد ياسر عرفت ابدع في العمل المسلح وابدع في العمل الدبلوماسي انت ناس بهذا الجيل ممكن جزء منه يعني جزء كبير منه مش عارف قيمة التوجه للأمم المتحدي من قائد ثوري اسمه ياسر عرفات ما حد كان متوقع الخطوة وانه يروح يخاطب كل الأمم المتحدي ويأخذ اعتراف غالبية الدول بمنظمة التحرير برنامج السلطة الوطنية الذي ايضا اقره في العام 1974 كان القاعدة الاساسية والفكرة الاساسية اقامت السلطة الوطنية الفلسطينية على اي جزء يتم تحريره او الانسحاب منه وقد طرحت هذه الفكرة ابتداء حتى ننظم احدا الجبهة الديمقراطية وتبناها ياسر عرفات وتبنتها القيادة الفلسطينية على اي جزء يتم تحريره او الانسحاب الانسحاب ايش معنى انسحاب انسحاب اما بالكتال واما بالتفاوض وبالتالي التفاوض غير محرم لا وطنيا ولا سياسيا ولا دينيا اليوم يعني اليوم القلب يحكي عن التفاوض امر طبيعي فالقدوم الى فلسطين بحد ذاته كان افضل بكثير من ان تظل منظمة التحرير مشتتة والمقاتلي المشتتين الان انت موجود على ارضك انت الان في دولة فلسطين المحتلة كما اكر من الجمعية العامة في العام 2012 حيث خليفة يا سار عرفات صار على نفس النسك ونفس الدرب نفس المنهج اللي هو الاخ الرئيس ابو مازل خطوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس هناك توجه كان له اليوم الى الاردن ولو ربما يكون لقاء مع وزير الخارجية الامريكي جون كيري هل هناك بصراحة تفاوض فلسطيني من الخطوة للتوجه الى مجلس الامن في ظل التلويح من الفيتو الامريكي وهل الخطوات الاخرى بالانضمام للمنظمات الامامية والمحكمات الجنائية ستكون فاعلة لرجام هذا الاحتلال يعني السيد الرئيس ابو مازل مدرك تماما بالضبط والريح وسيد الرئيس لديه من الجرأة ما يكفي بان يعبر عن افكاره السياسية وبشكل واضح سلمي بكل بساطة اللي يحكي تحت الطاولة وفوق الطاولة نفس الشيه رجل ينادي بالسلام ولكن اي سلام على اساس اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس وعودة اللاجئين واضح الان في هناك عدة طرائق وطرق يسلكها السيد الرئيس على صعيد الدبلوماسي على صعيد القانوني من ضمنها التوجه لمجلس الامن وقد اعلنها بالامس صراحة في خطابه الاستراتيجي والمهم عندما قال سنتوجه هذا الشهر الى مجلس الامن واذا فشلنا هناك طريق اخرى سنتوجه للتوقيع على الموثيق الامامية والدولية والدخول الى المؤسسات الدولية بدءا بميثاك روما ميثاك روما اي المحكمة الجنيات الدولية هذا له ما بعده طب حل قرأت اسرائيل هذه الخطوات والرسائل من القيادة الفلسطينية يعني لبرمن اليوم هجوم كاسح ونتنياهو هجوم كاسح على سيد الرئيس وكلهم بيقولوا يعني انه راح ابو عمار وهذا اليوم اليوم في الصحف الابريئي انه ابو عمار راح فكرنا بانه يعني هو الرجل اخطر فتبين خليفته اخطر من ياسر عرفات هذا ما يقوله الاسرائيليين وبالناس الوقت هجوم اخر على ابو مازل من طرف اخر اللي هي حماس للأسجل يعني اليوم فيه فيه اليوم تسع تصريحات اسرائيلية واليوم فيه حوالي سبع تصريحات حامسة وهي ضد الرئيس ابو مازل بما يتعلق بالمصارحة هل العلاقة ما بين فتح وحماس كانت هي علاقة اضطرارية في ذكرى عشر سنوات على رحيل ياسر عرفات ويعني يكاد الشعب الفلسطيني لربما ابرز ملف يتحدث به خلال هذه العشر سنوات الانقسام المصالحة مرة منتفك ومرة بيصير عملية اجندات والحديث والمواطن الفلسطيني ينادي فقط للوحدة ان يعيش الكل الفلسطيني وشطري الوطن بسلام ماذا حدث هذه المرة قبل ان نتحدث عن المصالحة نتحدث عن ما جرى في الايام الاخيرة عن اي مصالحة تتحدث حماس وقد قامت بعمليات تفجير خمسة عشر تفجيرا في خلال خمس دقائق في قطاعها ومعروف بالمناسب الاسماء معروف للقيادة الفلسطينية معروف للسيد الرئيس معروف لاجهزة الامن الفلسطيني معروفين الاسماء فتح حماد هو الذي ادار العملية والليل الماضية تم توزيع الكتاب الذي وقعه للخلايا العاملة والتي قامت بعمليات تفجير وفي الكتاب التكليف ما كمان صحيين يعني كمان الاجهزة الامنية انها صحي الحمد لله يعني في غزة وغير غزة انك تكون بعمليات تفجير الان بجوزة في ناس يعني كنا بنحكي زمان كانوا ينتقدونا يقولك يا عم انت نفسك مش وحده يا عم احنا وحدويين احنا منحب الوحدة احنا مش مضطرين للوحدة يعني مش يعني ما ذهبنا للوحدة لاننا مضطرين نحن مضطرين نعم واذا بدنا نحسبها بطريقة اخرى مضطرين لاننا وطنيين لانو الوطن يحتم علينا ويفرض علينا ان نبحث عن الوحدة لكن الوحدة الطرارية كانت من قبل حماس انك تمنع الاحتفالية في احياء الذكرى العاشرة لاستشهاد رامز اسم ياسر عرفات عيب انك انت تشبه ياسر عرفات تشبيهات والكل شاف على الفيسبوك من قادف حماس عيب ابتداء من ابراهيم حمامي ومرورا بواحد من شعر في اسم الضرياسين طيب مرورا بالزهار مش معقول طيب انت بتهاجم بياسر عرفات كل العالم انت قاعد بتضر قاعد بتمس بمشاعر الطفل والمرأة والاسير وذوي الشهيد وكل مناضل في هذا الوطن عندما انت بتهاجم ياسر عرفات بتهاجم ياسر عرفات في قبره طب الصال فبالتالي عن المصالحة انت سألت عن المصالحة طيب احنا معنيين بالمصالحة ولكن واضح تماما انه الطرف الاخر للأسف الشديد غير معني في المصالحة المعني في المصالحة اوكي ياسر عرفات احتفلوا فيه ولو كانوا فعلا عندهم نفس وحدوي بيجوا هم يشاركوا في احتفالية ياسر عرفات طب السؤال مش بيقوموا بتفجير المنصة منصة ياسر عرفات طب السؤال في ظل المعطيات والتطورات الاخيرة والتصريحات والخطابات الصادرة من كافة الاطراف لتوضيح المواقف وتوضيح ما هي ما حصل هل يمكن لصعقة كهربائية انعاش ما تبقى من المصالحة الفلسطينية احكي لك بصراحة 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 اما الاخوان المسلمين هي حماس اصلا يعني قبل انطلاق حماس كانت هي حركة الاخوان المسلمين في فلسطين هذه كانت عقبي كأداء امام الحركة الوطنية كانت ضد الكفاح المسلح ضد الثورة الفلسطينية وكانت تعتبر الشهداء في الماضي لحد 87 كانت تعتبرهم بالحرف جيف يعني بالفلاحي كانوا يعتبرون فطايس هذا كان حديثهم اتحدى انه حد يجي يطلعوا يقول لي لا في جامعة النجاح في بيرزيت في الخليل في جامعة الاسلامية في غيره في غيراته قيادة الاخوان المسلمين الان اسرائيل كانت معنية تماما بتقوية حركة حماس او حركة الاخوان المسلمين لهذا اعطتها ترخيص بما يسمى بالمجمع الاسلامي في قطاع غزي المجمع الاسلامي في قطاع غزي كان عبارة عن هرفة عمليات كانوا يجون في الجنازير على جامعة النجاح وجامعة بيرزيت وجامعة الخليل بساطة تطلع من غزي وتضرب هالقوة وكلنا منذكر كيف رموا دكاترة وبنات في من الحزب الشويع وغيرهم من قول وطنية في جامعة النجاح وبيرزيت الان انا جايك على اساس الوعدة التي تحكي عن الوحدة الوطنية الان اسرائيل بالاخر ليه لانا كانت مدركة يعني تقويتها لهم مش لانهم جواسيس يعني انا من الغباء اني اهجي اقول انه جواسيس لا 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 هي قطي لقاء مصالح الاسرائيليين مدركين بانه في عداء مستحكم فكريا ما بين القوى الوطنية الفلسطينية فصائل منظمة التحرير وما بين حركة الاخوان المسلمين التي لا تقبل احدا يعني ما بيقبل والدليل انه من عندما انطلقت حماس لحتى الان يعني كثير ناس بيجبوا اعادة الامور لما كانت عليه نعم شو كانت يعني شو كانوا كانوا داخلين منظمة تحرير كانوا داخلين في اطار وطني عمرهم كانوا داخلين في اطار وطني يعني حتى الانقلاب قبل الانقلاب كانوا لحالهم يشتغلو في الانتفاضة الاولى كانت قيادة وطنية موحدة ضم كل فصائل منظمة التحرير وابو عمار الله يرحموا نهشدهم مرارا مرارا انه يا اخوان خذوا لبتكم يا بس تعالوا معنا كانوا يرفضوا بالاخر صاروا يطرحوا شروط تعجزينه بدنا اربعين في المية من المجلس الوطني ابو عمار قالوا مش صح مفتح بكل القوة ها مش ماكذا عشرين في المية شو هالكلام اللي بتحقوا فيه كان كان ابو عمار مركز كثير على المستقلين ومعطي الفصائل اه 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 حركة الاخوان المسلمين جاءت بعد ذلك بعد يعني الناس مروحة من الحج وهم راح انحجوا الجماعة بلشوا نكاية بياسر عرفات بعض اقول لك بصراحة وفي ناس ممكن تحكي بصراحة بعض العمليات اللي صارت كانت نكاية فيياسر عرفات واحكي لك سر ضد العمليات احكي لك سر احكي لك سر ضد سر محد بعرف في سنة نقول هذه الاسرار ست بسنة ست وتسين مهم وصلت رسالة تمكن جهاز المخابرات العامة من القاء القبض عليها هذه الرسالة ماذا تقول قالت من قيادة حماس الخارج نحن ضد ياسر عرفات وضد اوسلو وبالتالي اليمين الاسرائيلي ايضا ضد اوسلو اذا بالرسالة كيف نستطيع رسالة طويلة كيف نستطيع ان نسقط اوسلو نسقطه عبر لقاء المصالح هناك انتخابات في داخل اسرائيل في سنة ست وتسين عليكم ان تكثفوا الجهود لعمليات في الداخل اياكم العمليات في الضف الغربي وضد المستوطني وملايات في الداخل هذا من شأنه ان يؤدي الى صعود اليمين في داخل اسرائيل صعود اليمين يؤدي الى اسقاط اوسلو وفعلا صعد نتنياهو في ايامها وسنة ونص ما حصلتش ولا عملي بعد نتنياهو دلالي على صحة التوجه بايامها كثير من الناس راح تنتقد بس انا بحكي بحقائق وان طرينا الرسائل الموجودة يعني هل نحن بعيدين هذا السؤال هل نحن بعيدين من تطبيق المصالحة والعودة الى الامور السيد الرئيس السيد الرئيس ابو مازن واللجنة المركزية عملت المستحيل وما زالت بالمناسبة عملت المستحيل من اجل ان يكون فيه واحدة وطنية والسيد الرئيس عمل بكل ما باستطاعته وتنازل عن كل مواقفه لما كان يقول لا للتفاوض مع الانكلابيين لا للحوار مع الانكلابيين لا 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 الاخيرين تنازل عنها كلها من اجل مصلحة الشعب الفلسطيني حماس بالاخر اضطرت اضطرت لانه في اعمار في اموال وشفنا كيف صارت الكصة اه اضطرت لحكومة التفاوض التوفاق التوفاق الوطني او الوفاق الوطني هذا الحكومي تم تشكيلها وللأسف بعد اكمن يوم رحوا عملوا عملية وصار بكل مشحنة عملية خطف المستوطنين ومثل ما قال الرئيس وانا ذيك اليوم في برنامج مع المحافظة كلهم يعني يعني قصة شطارة انك تيجي تخطف ثلاث ثلاث مستوطني في الضفة ما احنا عايشين مع بعض بتخوضها بعض لشو تيجي بتخطفهم وبيقول مش احنا وبالاخر خربت الامور وادت لكصة العدوان ودمار غزي وما الاخر الان اضطروا الجماعة انه كمان انه ظل الامور مستمرة لانه كمان اوكي احنا معنيين في امار غزي والسيد الرئيس معني تماما في امار غزي وهذا شعبنا ويجب ان نعمل المستحيل من اجل شعبنا والموازنة السلطة الوطنية او دولة فلسطين 57% وصلت احيانا لقطاع غزي من مجموع الموازنة على صعيد الفلسطيني ككل بالتالي مش احنا اللي يوجه ان هذا السؤال يوجه لحماس انت بدك وحدة وطنية وبتلوح بتعملي تفجيرات طب كل بديش فعلا مثل ما قال السيد الرئيس امبارة كل بديش اعمل بديش اياكم تعمل احتفالي في ذكرى العاشرة بس بدون تفجيرات بدون ارهاب وبالتأكيد اكيد يجب هناك ادراك لما يتعرض له المواطنين وابناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزي لان الشتاء على الاباب في ذكرى الياسر العاشرة ليسعني اكيد الا ان اشكر محافظة الكرمة لواء دكتور عبدالله كمير لان هناك لليوم ضمن تغطيتنا محطات كثيرة سنستعرض واياها واياكم هذه المحطات بما يتعلق بالمجمل الفلسطيني وتطورات السياسية الى اين سنصل بهذا القارب بعد ان حط ركابه في بر الامان في الارض الفلسطينية فاصل قصير وبعد ذلك عودة الى تغطيتنا المتواصلة